السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ في قناتنا أستاذ لايف أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنجيبه من خلاله على مجموعة من الأسئلة التي طرحها تلاميذ عقب البلاغ الذي أصدرته الوزارة هذا اليوم يعني 12 مايو 2020 إذن مجموعة من الأسئلة هل سأنجحوا بنقطة الدورة الأولى هل سيحتسب المتحان المحلي للدورة الأولى السنة التسعى إعدادي أحرار هل سنجتاز المتحان الجهوي إلى أخيره هناك أسئلة كثيرة إذن هذا ما سنراه في هذا الفيديو إذن نبدأ السؤال الأول تاريخ المتحان الباك أو الباكالورية 2020 إذن بالنسبة للباكالورية يوليوز 2020 بالنسبة للأحرار والمتمدرسين جوجبهم سيدوز في يوليوز 2020 نرى السؤال الثاني والدروس التي سنجتاز فيها الامتحان إذن 70% من المقرر للمتمدرسين والأحرار كذلك المقرر المنجز قبل الحجر إذن حتى الأحرار سيدوز فقط في 70% من المقرر الدراسي هو المنجز قبل الحجر قبل 16 مارس 2020 ثم متى سيجتاز الأحرار الجهوي؟ وما هي الدروس؟ إذن يوليوز سيجتاز الجهوي حتى هو في يوليوز وفي 70% من المقرر لأن هذا ما أشار إليه البلاغ الوزارة ثم كيف سيحتسب معدل النجاح للثالثة إعدادي؟ بالنسبة للثالثة إعدادي هناك من يقول سوف يعتمدون على الدورة الأولى إلى آخرين لحد الآن الحقيقة في البلاغ ليس هناك تدقيق في الطريقة التي سيحتسب بها معدل النجاح ولكن المهم معدل المراقبة للدورة الأولى والانتحان المحلي والمراقبة ومعدل المراقبة للدورة الثانية لأن الدورة الثانية تم إنجاز بعض الفروض ثم ثالثة إعدادي أحرار هناك كذلك تساؤل بخصوصها كيف سننجح؟ مهم اجتازه انتحان الدورة الأولى إذن يمكن اعتماده في النجاح للإشارة فالبلغ لم يشير إلى انتحان ثالثة إعدادي نقطة بخصوص الجهوي للبكالورية الحرار أظن المقرر هل سيجتازون في سبعون في المئة أم مئة في المئة؟ الجهوي كأقصد هذا يعني أنا قدرت بأنه تكون سبعين في المئة ليس لدي مصادر متوقع حتى يعني أحسن أنه سيتم امتحان في سبعون في المئة من المقرر أما بخصوص الامتحان الوطني فواضح بأنه سبعين في المئة من المقرر الدراسي إذن إلى هنا نكون قد انهينا تقريبا جميع الأسئلة إذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى اشتراك في القناة ودعمنا بالزر لايك وتفعيل زر الجرس ستوصل بجديد فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته